النهاردة هنلخص الجزء التالي من المسلسل البرعم الحمراء وبنفكركم اننا وقفنا في الجزء اللي فات ما مايستر شافت ماريم وهي خارجة من بيت لافاند وشكت ان في بينهم علاقة الوقت ده بنشوف ماريم وهي قاعدة علشان تتعاقب بعد ما اتهمتها مايستر انها عملت علاقة مع الدكتور وبتظهر ماريم وهي مش قادرة تتكلم وفي نفس الوقت بتقعد مايستر مكانها وبتتهمها حسناء انها افترت على ماريم ولازم تتعاقب وقتها بتصحى مايستر من امه هي مفزوعة وبتعرف انها بتحلم بكبوس وبتفضل تدعي وتستغفر بنا وفي الوقت ده بتظهر ماريم وهي بتفطر مع زينب اللي بتسألها لو كانت لسه زعلانة من الجد بسبب اللي عمل وبتقول لها انه مريض ومتاخدش على افعال وكمان زينب بتبقى خايفة للجد يتخلى عنه ومتقدرش تسافر بس ماريم بتطمنها وبتقول لها انها تقدر تحميها وفجأة بيقطع كلامهم مايستر واول لما بتشوفها ماريم بتستغرب وجودها وبنعرف ان مايستر كانت جاية علشان تتأكد قبل ما تتهم ماريم وبعد لما بتمشي بتحمي زينب ربنا انها جات وهما موجودين في البيت فبتقول لها ماريم تجهز لان هما تأخروا على الجد وفي الوقت نفسه بيظهر لفانت اللي بيكون قاعد مع والده وبيحاول انه يسأله عن ايام الاسبوع وكمان قمضته على الورق عشان يتأكد من سلامة عقله وبيحكي له انه مقدرش يتعرف على ماريم بيزعل سوافي وبيخاف جدا اللي يكون زعلها بس لفانت بيكذب عليه وبيفهمه انها هتيجي كمان شوية بتها بتزهل ميرا وهي في قوضة المكتب وبتحاول تدور على مفتاحه المكتب لكن مش بتلاقيه وساعتها بينده لفانت عليها فبتخرج وبتسأله عن الطرد بيقول لها انها حاجة تخصه وبيغض وبيحطه في المطبخ بعدها بتطلع ميرا وبتصبح على جدها وبيدخل لفانت وبيقدم لها هدية عيد ميلادها اللي بتبقى اسويرة وبتفرح ميرا بيها جدا وبتقرب من والدها وبتحضنه وبعدها بتدخل القوضة بتاعتها وبتطلع صورة والدتها وبتبقى زعلنة جدا انها مش معاها بعدها بشوية بتيجي لفانت مكالمة من جنيد اللي بيطلب منه يقابله بس طبعا لفانت بيرفض بسبب حالة والده وبياخد اجازة علشان يخلي باله منه وبيدعيله جنيد ربنا يشفيه اول لما بيقف المكالمة بيروح لعمه ساعدي وبيحكيله ان والد لفانت مريضه عايز يروح يزوره وبيطلب منه كمان يروح معاه ووقتها بتدخل مايسر وبتسمع كلامهم وبتفهم انهما رايحين عند لفانت وعشان كده بتطلب من ساعد انهما كمان يروحوا معاه وتاخد عيلة نعيم معاهم بما انهم بقوا من العيلة كمان عشان تسلم على صاحبة البيت وبيوافق الساعدة على كلامها وبنرجع للفانت اللي بيبقى ماسك الصور في ايده وبياخده الوالده وبيقوله انه خايف لمريم وزينب مايسفروشه ده بسبب ان نعيم ما بيعرفش حاجة عن سفارهم وبيطمنه الجد وبيقوله انه هيقدر يتصرف وساعتها بتوصل مريم وزينب عند الجد وبتبقى حريصة انه مايعرفش حاجة عن اللي عملوا معاها اما السواففة بيطلب من زينب بتجيب له قلم من قضة ميرا عشان يبدأوا الدرس واول لما بتدخل زينب قضتها بتاخد الالم وكمان بتتمنى لها سنة سعيدة بمناسبة عيد ميلادها واول لما بتشوف صورة والدتها بتطلب منها تتمنى انها ترجع لها فتتحك ميرا على كلامها وبتبقى مستغربة ازاي هي مش عيشة سنها ولا فكرت مرة ترقص او تغير لبسها زينب بتقول لها ان ده حرام وتقدرش تعمل كده اما مريم فبتدخل مطبخ وبتتفاجئ بالهداية اللي موجودة وبيقولها لفانت انه جايبها ليها علشان ساعدته واول لما بتفتح مريم الطارد بيكون عبارة عن فرن كهربائي وبشكرها لفانت على اهتمامها بوالده وبنته وبتفرح مريم بهديته بس تلسوق حزها انها بتسيب ورقة الجهاز جوه شنطة الفطاير وبعدها بتبدأ مريم تحضر الفطاير وبتعجب زينب جدا بالفرن وبتاخد مريم بعدها الفضاير وبتدخل مكتب لفانت اللي بيبقى ماسك تليفونه وبيتفرج على صوره مع بيستة في عيد ميلاد بنته وبتقدم له مريم الشاي وبتطلب منه انها تمشي بدري لانها خايفة الميسر تزورهم مرة تانية فبيوافق على طلبها وساعتها بتشوف مريم المشروب بتاعه وبتاخده وبتدخل مطبخ وبيبتسم لفانت لما بيلاقي الشاي بداله وبنروح لنعيم اللي بيظهره هو في المغزن وبيسجل السندوق بس بيدخل عليه عارف يقوله انه فيه صندوقين نقصينه وبيطلب من نعيم يشوفهم في العربية لا يكون نسيهم فيها واول لما بيوصل نعيم للعربية بيلاقي السندوق وبيشوف ندرة اللي بنعرف انه سرق صندوقين علشان يديهم لها لكنه بتقوله انها ما تقدرش تخليه يتأذي بسببها وانها مش عايزة تاخد حاجة حرام فبيشكرها نعيمة علشان انقذته وبعادته عن الحرام وفي اللحظة دي بيظهر ساعدي وهو مجتمع بالستات في المجلس وبيكلمهم عن الرغي اللي بيحصل بينهم وبيقولهم ان ده حرام وان الفتنة حرام وكمان الفترة وبتفهم فايزة وهي بتسمعه ان الكلام ده عليها في الوقت ده بترهندا وهي في مكتب رئيس التحرير وبيتقوله انه تليفون هوايع في المجلس ما هرفتش تاخد اي معلومة وبيفضل يزعق لها انها جات لحد عنده واخدت منه فلوس سلف علشان تنشر خبر ضد الطائفة والسوق الحظ بيسمع كلامهم اللي بيدخل وبيتهجم عليه وكمان بيرميله فلوس وده لانه تدايق من طريقة كلامه مع هندا وقتها بتظهر ميرا وهي مع جان في مكان مهجور وبيطلب منه تستنى في العربية لحد لما قابل مافيا ويقدر يقنعهم وكمان يديهم جزء من حسابهم بس ما بتقدرش ميرا تستنى وبتطلع لمكانه واول لما بيشوفها واحد من المافيا بيقرب منها وبتبقى خايفة جدا لكنه بيمسك ايدها وبياخد منها الاسورة للفاند جايبها لها لكن وقتها بتعرف ان جان بيتعامل معاهم علشان يسدد ديون والده وبنروح لنعيم اللي بيبلغه ساعد ان هو وعيلته هيروحوا معاهم عشان يزوروا دكتور لفاند وبيرفض نعيم بس ساعدي بيزعقله وبيقوله انه ده امر ولازم ينفزه وبيطلب منه يمشي من المجلس وبيتدايق نعيم جدا من طريقته معاه مهندفة بتبقى قاعدة مع برجاله وبتحكي لها ان يترفونها ويعا في المجلس فقودت ساعدي وبتطلب منها تساعدها وبعد شوية بيوصل ساعدي مع جنيد وباقي العيلة على بيت لفاند اللي بيتفاجئ اول لما بيشوفهم وبيتفاجئ اكتر لما بيلاقي ماريم وبنتها وبيقول له جنيد ان هما جايين علشان يزوروا والده وبيطلب منه ساعدي مكان علشان الستات تقعد فيه وبتدخل مايسر وبتقوله ان هما هيدخلوا المطبخ بعد ما عرفت ان زوجته مش موجودة بيطلع لفاند لقودة ميرا وبيعرفها ان الطائفة عندهم وبيطلب منها تلبس هدوم مناسبة وكمان متبينش انها تعرف ماريم وزينة بقدامهم بعدها بيدخل لولده وبيحكيله ان الطائفة موجودة بس بيقوله انه تعبان ومش هيقدر يستقبلهم وفي الوقت ده بتظهر فايزة وهي منباهرة من جميل المطبخ بس الوقتها بتدخل ميرا وبتتعرف عليهم بتقولهم ان والدتها مسافرة بورا البلد بترد حسنها وبتقولها ان هما موجودين علشان يدعو لجدها ان ربنا يشفي فبترد ميرا عليها وبتقولها ان جدها مرضه خطير وما فيش امل انه يخف منه لكن وقتها بترد فايزة عليها انها ما تفقدش الامل وبتطلب ميرا تاخد زينب معاها علشان توريها قودتها وهناك بتبقى معاها انها مش هتحكي انها تعرفها مقابل انها تدخل قودت والدها من غير ما يشوفها وبتضطر زينب انها تسمع كلامها اما الجنيد فبيطلع قودت السوافي اللي بيتفاجئ من وجوده بس بيقدر يقنعه انه ينزل يعود معاهم وفعلا بينزل السوافي وبيعود مع الطائفة وكان بيطلب ان جنيد يعود جنبه وقتها بتدخل ميرا قودت المكتب وبتاخد المفتاحة وبتسرق الخطنة منه وقبل ما لفانت يدخل عليها بتقدر زينب انها تشغله وبتطلب منه ياخد الشاي منها بعدها بتخلص الزيارة ويمشوا كلهم بس لوقتها بتتكلم مايستر مع نعيم وبتشكره على وقفة مريم معهم في المحل وبتقوله انها بتخرجش برا المحل أبدا ووقتها بيظهر عرفان اللي بيشوف الطائفة وهم خارجين من بيت لفانت ولما بيرجع عارف على بيته بتكون برجول وقفة مستنية وبتقوله انه شافها في المجلس وعلى الرغم من كده ما بلغش عنها فبيرد عليها انه عرفها من عيونها وبتبتسم برجوله بتقوله انها نسيت تليفونها في المجلس في قودة ساعدي وبتطلب منه يجيبهولها وانها راحت هناك عشان حد كان مقدم شكوى ضدها وكانت عاوزة تثبت برائتها وبيضطر عارف انه يدخل قودة ساعدي وبيفضل يدور على التليفون لحد ما بيلاقيه اما نعيم فبيبقى بيتعشة مع مريم وزنب وبيقول لها ان ميسر قايتلو انها ما بتخرجش بورا المحل ابدا وبيشكر مريم على انها سمعت كلامه وزعتها بتتأكد مريم ان سرها تكشف وبتاخد تليفون نعيم وبتتصل على لفانت وبتقوله ان ميسر كشفت سرها ممكن تفضحها قدام المرشد فبيطلب لفانت منها تهدأ وبيطلب منها تجيله تاني يوم اما نعيم فبيروح لبيت ندرة بيقول لها انه هم وفقوا هتشتغل في المغبس وبيطلب منها تروح بكرة وتقابل ميسر وبتفرح ندرة جدا وبتشكره على وقفته جنبها وتاني يوم الصبح بتخرج مريم من بيتها وبتبقى في طريقها البيت لفانت سوق حظها ان ميسر بتبقى ماشية وراها وبترقبها واول ما بتوصل مريم وبتقابل لفانت بقى خايفة جدا على بنتها وبعد ثواني بيرن جرس الباب ويتفاجئ لفانت بميسر اللي بتدخل البيت بالعافية وبتشوف مريم وبتتهمها انها على علاقة بيه لكن مريم بتقول لها انها موجودة عشان تنقذ بنتها وقبل ما تقع بالسانها بيتدخل لفانت في الكلام وبيقول لها ان مريم موجودة لانها عرفت ان جنيد بيتعالج عنده وانها خفت على بنتها لايئزيها وبتندم ميسر انها شكت في مريم وبتقعد معها في المطبخ وبتقول لها ان جنيد طيب جدا وميقدرش يئزي بنتها في الوقت ده بتظهر زنينب وهي في المدرسة مع فايزة وبتحكي لها ان هم ما سابوا بلدهم بسبب الزلزال كمان لان كان في خطاب بيتقدموا ليها بس سنهم اكبر منها بكتير اما عارف فبيتقابل مع برجولو بيسلمها التليفون وبيطلب منها تفتحها بما انه تليفونها فبترفض برجولو بيعرف انها مخبية حاجة عليه اما بقى لفانت فبيبقى محضر حفلة عيد ميلاد لبنته وعزم فيها كل اصحاب وقتها بتاخد هندا ميرا على قوضتها وبتطلب منها تلبس فستان حل لما يشوفها جن وبتتكسف ميرا جدا من كلامها واول لما بيشوفها لفانت بينبهر من جمالها ولما بتنزل ميرا على الحفلة بيتلاقي جن قدامها وكمان بيلبسها لأسورة بتاعتها وبتفرح جدا نرجعها لها وبتحتفل مع كل اصحابها وبيرقصوا مع بعض وبعد ما الحفلة بتخلص بتخرج ميرا مع اصحابها بس في الوقت ده بتظهر بيستا وهي بترقبها من بعيد وبنعرف انها رجعت من المانيا بس بعدها بتيجي مكلمة من ساعة دي لفانت ساعتها بتظهر برجول وهي معاها عارف بيكون ساعة دي ماسك تليفون هندا وبيتسضل من اللي بيسمعه وبنروح لجنيد اللي بيبقعت في المحكمة كاعدته بس ساعتها بتدخل عليه مايسر وبتطمن على صحته وبتطلب منه وما يخاوفش زنب منه وكمان يبطل يروح عند الدكاترة عشان الناس ما بتسيبش حد في حالها الجنيد بيتعصب عليها وبيقولها ان هما زي ما عملوا كده مع والدته وبيسيبها وبيمشي وفي اللحظة دي بتوصل نادرة على المغبس وبتتعرف على مايسر اللي بتوافق انها تشغلها بعد ما عرفت بظروفها وبتبدأ انها تعرفها كل حاجة تخص المطبخ بس السوق الحظ انها بتلاقي كارت الهداية اللي بسببه بتتأكد ان ماري مزنبة وفي الوقت اللي بتكون فايزة بتدخل اكل الجنيد بتلاقيه متعصب جدا ما ليكسر في الادوية بتاعته وبتقوله ان اللي هو فيه دبسة بزينب وانها من وقت ما دخلت حياته وحياته تدمرت بتعرفه انها مش بتحبه وانها تتجوزه بس عشان تخلص من العريس العجوز اللي متقدم لها ببصلها جنيده وبيمشي ووقتها بيوصل جنيده على بيت زينب اللي اول لما بتفتحله يقوله ان والدها ووالدتها مش في البيت وانها لوحدها بس على الرغم من كده بيدخل جنيده وبيقفل الباب المفتاح وبتخاف زينب منه جدا وبتدخل على المطبخ وبتمسك سكينة في ايدها وبتكونش فهم ما هو عاوز منها ايه اما جنيد فبيقرب من شمعة عيد الميلاد وبيطفيها بنرجع لمريم اللي بتبقى مع مايسر قدام قضة الافندي وبتقولها تدخل وتعترف بزنبها وبتتهمها بشرفها وانها على علاقة بالدكتور لفانت مريم بتقولها انها محافظة على شرفها وديها على كده تربيتها البنتها وانه كل اللي عملته انها كان بتحافظة على بنتها وبتطلب منها يوم واحدة عشان تمشي هي وبنتها وبتقولها ان محدش فيهم هيعرف مكانهم بعد كده اما زينب فبتظهر وهي قاعدة على الارض وخايفة جدا من جنيد بيظهر المطبخ هو متكسطر والطور تمقلوب على الارض وكمان سبحة جنيد بتبقى متقطعة ومرمية وقتها بيطلب جنيد منها تقوم وتمشي معاه وفي الشارع بيظهر عارف وهو راكب عربيته بياخد جنيد العربية وبيركف بيها بيركب زينب وبيمشي وبيلا عارف جدا عليها وبيروح لسعدي علشان يبلغوا وبنروح للفانت اللي بيزعق لهندا بباللي عملته وده بعد ما عارف انها كايب بتعمل سبق صحفي كان تنشر خبر ضد طائفة بتاعتهم وبيكون خايف جدا على زينب ومريم لا يتقزوا بسببها وبتحاول هندا تفاهموا ان ما كانتش هتنشر خبر عنهم غير ما تتأكد من سفرهم وبيتعصب لفانت عليها وبيفضل يزعق لها درجة ان والده بيسمع صوتهم وبيقوله بلاش يقصى على اخته وبيقوله كمان على خبر وحش جدا وهو ان زينب هي اللي هتسافر لوحدها وان مريم مش هتسافر وبيطلب منه يبلغها بطريقة مناسبة لكن لبانت بيزعق جدا وبيبقى وثق ان مريم هترفو لكن سوافي بيقوله ان دي فرصتها الوحيدة وانها هتوافق عشان مصلحة بنتها وفي الوقت ده بيظهر سعدي مع برجول اللي بيسألها عن شعرها اذا كان طول ولا لسه وبتفتكر برجول الوقت اللي قصت فيه شعرها وده بسبب الغلطة اللي ارتكابتها وبترد عليكم ثقة انه طول وانها لو فضلت طول اليوم وقفة قدامه مش هتتكلم فبيتعصب عليها وبيقولها انه كان فكر انها لما تبعد عنهم هتعقل وهترجع ليهم مرة تانية خصوصا بعد ما حردت البانت ضدهم فبتقولوا ان الطائفة ما عملهاش حاجة وانه هو اللي طردها واهانها واتهمها بالكفرة على الرغم من كده ما استسلمتش وبيقف سعدي قدامها وبيقولها تفترض انه هم شجرة لها وزينب مش موجودة وبتخاف جدا عليها وبتبقى خايفة ليبقوا عملوا فيها حاجة وفي نفس الوقت بيوصل عارف وبيبلغ سعدي ان جنيد اخد زينب في العربية ومعرفش راحه فين وساعتها بيجتمع سعدي بعيلته وبيعرف ان ساب هي فايزة بعد اللي قالته لجنيد وبيتعصب عليها جدا وبيطلب من ما يصير تعقبها على اللي عملته ووقتها بتدخل مريم وهي قلقانة جدا على بنتها وبيطلب منها سعدي تهدى ويقولها انها خرجت مع جنيد وبيضطر انه يتسل على بان وليعرف منه اللي هيتعمل فبيتكلم مع فايزة اللي بتحكيله عن اللي قالته لجنيد وبيعرف انه واخد زينب على بلدها وبيقوله انه هيقدر يوصلها اما نعيم فاول لما بيعرف بيفضل يزعق لسعدي وبيقوله انه بنته طهرة اول ما جابها على بيتهم وفاجأة بيدربه سعدي بالقلم على وشه وبيحذر انه يتكلم معه بالطرية دي مرة تانية وقت ده بتظهر زينب وهي مع جنيد وبتعرف انه واخدها على بلدها عشان يجاوزها من الشخص اللي طلبها وبتفضل تترجعه انه ما يعملش كده بس بيقولها انها تتعلم تسمع الكلام مع الوقت وبترد عليه ان هي كمان هتعلمه ان اللي بيتمنى المصيبة بيلاقيها قدام وفاجأة بتسك اطار العربية وبتحركها لحد لما بيعملوا حدثة وبتهرب زينب منه اما جنيد فبيفتكر والدته وقت ما سابته واول لما بيفوق ما بيلاقيش زينب بيفضل يجري واراها عشان يلحقها وبتقف زينب عند حرف الجبل وبتطلب منه يبايد عنها لتقع ووقتها بيوصل لفانت لمكانهم وبيشوف العربية وبيسمع صوت جنيد وهو بيندها على زينب وبيروح لمصدر الصوت اما جنيد فبيفتكر وقتها والدته وهو ماسك ايدها وقفين على مكان عالي بيطلب منه ما تقربش اكتر من كده في فجأة بتسيب والدته ايده وبتنتحر وساعتها بيقرب جنيد من زينب وبيمسك ايدها وبينقذها الزينب عن اللي حصل فبترد انه كان بيحاول ينقذها وانه اول لما لمسها حس بالكهرباء واغم عليه وكان بيندها على والدته وبعد دقيق بيرجع لفانت ومع زينب وبتفرح والدتها جدا اول لما بتشوفها بس نعين بيبقى خايف لجنيد يبقى لمس بنته وبيطلب من لفانت يحكيله عن اللي حصل لفانت بيأكد له ان زينب كويسة اما فايزة فبيكون عقبها انها تشير المياه قدام الطلبة اللي بتدرس لهم كمان تنظف مكانهم ولو ما اتدلقت منها على الارض تبدأ من الاول تاني بتطلب فايزة من والدتها تساعدها بس بتقول لها ان دي اوامر ولازم تنفذها وبعدها بشوية بيروح لفانت لبيت زينب عشان يزورها وبتتفاجئ ماريم بيه وبتبقى خايفة لنعيم يشوفه بس بيقول لها انه ممكن يقول لساعدي هو اللي باعت قوبت بتوديه قوضة زينب وبيتطمن على صحتها وبعدها بيطلب بيتكلم مع ماريم لوحدها وساعتها بيفجأها ان زينب هتسافر للوحدة ان هما رفضوا تسافر معاها وبتحزن ماريم جدا وبتقوله انها ما تقدرش على الفرق مرتين خصوصا انه توقام زينب بتوفق وبتضطر انها تستسلم لقدرها وبتوافق بس ما بترضاش تبلغ زينب علشان ما تزعلش ووقت خروج لفانت بيوصل نعيم اللي الحسن حظه انه مش بيشوفه ونهو بيرجع نعيم على البيت بيبقى الان جدا على بنت وخايف لا يكون جنيد ازاهة وبيفضل يزعق لماريم وكانها يضربها لو رفضت الجواز من الاول وبتأكد له ماريم ان بنتهم لسه بنت زي ما هي وجنيد ملمسهاش او اللي ما بيفوق جنيد بيلاقي ساعدي جنبه وبيعرف منه ان زينب ما قالتش حاجة عنه وقالت انه ما عملاش حاجة وبيرد جنيد عليه ان زينب طيبة جدا عاملة زي الاولياء يكون رأي ساعدي من رأيه وبيطلب منه ياخد قرار يا اما يكمل معاها او يسيبها وبعدها بيطلب ساعدي من عارف انه يبلغ كل قرائبهم عشان يدعوا لجنيد ربنا يتم شفاء وفي اللحظة دي بتظهر برجول وهي في المدرسة ومعها هندا اللي بتديها تليفونها وبتقول لها ان السبب انها تنخدع مرتين من الشخص اللي حبته وبتتأسف لها هندا وكان بتقول لها انها مش هتنشر الخبر برجول بتتعصب عليها وبتقول لها ان عملت كل ده عشان تخلص من ظلم ساعدي ليها وبتترجاها ان اول لما زينب وماريم يسافروا تنشر الخبر في اسرع وقت واول لما هندا بتخرج بيتفاجئ ببيستة قدامها وبتاخدها على مطعم وبتكلهم مع بعض بتقول لها ان هرجت على شانتلين مش نطهم على لفانت وميرا بتفاجأ بتشوف لفانت قاعد قدامها وبتمشي بسرعة قبل ما يشوفها لكن بتروح له على البيت وبيتفاجئ لفانت اول لما بيشوفها وبيسألها عن ساب رجاعها بتقوله انها عرفت انه ما بيخلفش بيروح لندرة وبيقول لها انه زعلان جدا بسبب القلم اللي تضربه انه جيه وساب بلده لانه كان دايما بيتضرب وانه كان شايف انه هيكون اقوى بس بيحصل غير كده وبيحكي لها انه خايف جدا على بنته بس ندرة بتطمنه وبتقوله انها تساعده هتجيب له واحدة تكشف على بنته وتشوف اذا كان جنيد لمسها ولا لا وبيقرب منها نعيم وبيبصها في الوقت ده بيظهر ساعدي وهو قاعد مع حسناء وبنته فايزة اللي بيوريهم من الناس قبلت دعوته كلهم متجمعين وبيدعوا للشفاء لجنيد وتقوله فايزة ان هي والطلبة بيدعو لهم كمان بس بيرد عليها بعصبيا انها تدعي لنفسها وبيقول لها انه ان الاوان تتجوز والعريس المناسب هيوافق عليه وبتزعل فايزة جدا وبتطلب من والدتها تساعدها وقتها بتظهر يرجل وهي خارجة من مدرسة وبتتفاجئ بعرف مستنيها وبيعتذر لها عن اللي عمل وبيقول لها انه كان جنبها طول السنين اللي فاتت وكان عارف كل اخبارها بس برجول بتسيبه وبتمشي وتاني يوم بيصح نعيم وبيصحي زينب من نمها وبيطلب منها تلبس بسرعة عدها بياخدها في عربيته وبيركب معاه ستة تانية والسوق الحظ بيشوفه عارف وبيعرف بالله هيعمله وبيروح عشان يبلغ سعدي للأسف بيكون جنيد هناك اول ما بيعرف بيتضيق وبيروح علشان يلحاو وقتها بيتروح ميسر وبتبلغ ماريم ان نعيم اخد زينب عشان يكشف عليها تخاف جدا وبتروح على مكان سعدي اللي بيطلب منها تروح معاهم على مكان وفي الوقت ده بيوصل نعيم وبتكون في استقباله ندرة اللي بيفسح لهم الباب بيكن زينب بتترجو وبتقوله انه زي ما هي وما حصلش بينها وبين جنيد حاجة بفضل تتوصل للست نتابعة عنها وبيكون نعيم خايف جدا وحاسن وظلم بنته وفاجأة الباب بيخبط وبيكون جنيده وبيعرف ان ماريم هي اللي اكيد حكيت له وبيطلب من ندرة تدخل قوضة ومتخرجش منها قبل ما بيفتح الباب بتدخل ماريم عند بنتها وبتاخدها في حضنها وبتقول للست ان ربنا هيعقبها على اللي بتعمله اما جنيد فبيقولي نعيم انه ويحمد ربنا ان زينب بنته وانه هيسامحه عشانها وفي الوقت اللي بتكون ميرا مع جان وبيقرب منها وبيبوسها في نص الشارع ساعتها بتسرخ بيستها وبتزعق لها وبتتفاجئ ميرا اول لما بتشوفها بس بترفو تتكلم معاها وبتقولها ان كانت عامية زمان بس دلوقتي فتحت وشافتها على حقيقتها وبتسيبها وبترجح على البيت وحل الزينب اللي بتبقى خايفة جدا وبتطمنها ماريم وبتبدأ تحضر معها شانطتها وبعدها بتخرج ماريم عشان تشتريلها حاجة من جارتها ووقتها بيوصل جنيد واول لما بيشوف زينب بيعتذر لها عن اللي عمله وبتقبل زينب بيعتذاره وكان بتدي له السبحة بتاعته اللي تقطعت بس بيلاحظ ان في قطعة مختلفة فبتقول لها ان دورت عليها وملئتهاش وبدريتها بقطعة تانية وبيشكرها جنيده وبيمشلها بيرجع على المجلس بتقابله فايزة وبتطمن على صحته وبتعرفه والدها هيجاوزها من اول عريس يتقدم لها بس جنيد بيتجاهلها وبيدخل يتكلم مع عم وساعدي اللي بيقوله انه موافق يتجاوز زينب لكن الاول يجمع عائلتها ويشعرهم وياخد رأيهم واتع بيجتمع ساعدي مع جنيده نعيم ومريم ومايسر وحسناء مع بعض وبيبدأ جنيد يسألهم عن رأيهم وبيرد نعيم انه قرر يسيب البلد وهيرجع من تاني لقريته بس لما بيعرف ان جنيدها هيتجاوز زينب بيفرح جدا وبيرجع في قراره وساعتها بيسأل جنيد مايسر عن رأيها وبتقوله انه حابة تتكلم مع مريم لوحدهم وهتبلغوا بقرارها وبتاخد مايسر مريم وبتهربها هيو زينب وبتقول لها انه دي فرصتها عشان تلحق تهرب وبيوصل لفانتو بيركبه معاه وفي الطريق بتعرف زينب انها هتسافر لوحدها وان والدتها مش هتسافر معاه وبتزعل جدا وبتنزل من العربية وبتقف تأكي الحمام وبتروح لها مريم وبتقول لها انه كل واحد يجي لوقت وبيسيب عيلته وبتطمنها انها تبقى جنبها وهتطمن عليها من وقت ريتاني وبعدها بتوصل زينب للمطار مع لفانتو مريم اللي تتفاجئ بهندا وبتسلم عليها وكمان جايبالها الجد سوافي عشان يشوفها قبل ما تسافر واللي بتقوله انها زعلت اول لما عرفت ان والدتها مش هتسافر معاها فبيقول لها سوافي انها هتسافر عشان تحقق حلمها ووالدتها هتكون فخورة بيها وبعدها بتودع زينب والدتها وبتركب الطيارة اللي بتبقى حزينة على فراغها بس بتبتسم للافانت انه قدر ينقذ بنتها في الوقت اللي بتكون زينب فيه في الطيارة ومبسوطة انها تسافر بيوصل فيديو لعرفان اللي بيعرف منه ان جنيت شخص كويس ومحبوب جدا من الطائفة بتاعته وعشان كده بيتصل على لفانتو بيبلغوا انه لغى سفر زينب وفعلا بتنزل زينب من الطيارة وبيكونش لفانت فاهم ساب بترجعه في قراره في اخر اللحظة وبيتجيله المضيفة وبتقوله ان زينب اتمنعت من السفر برا البلد وبياخد لفانت مريم وزينب في عربيته وبيمشي زينب بتبقى خايفة ليكون نعيم شايف شنطة السفر وبتطلب منه مريم يرجعهم للطائفة وفعلا اللي بتخاف منه بيحصل وبيشوف نعيم الشنطة وبيعرف انهم مكانة وين يهربوا ولسوق الحظ انه بيشوف كتاب في شنطة زينب وبيتدائق لما بيعرف انه من اخته برجول واول لما بترجع مريم عالبيت ايه نعيم قدامه الشنطة وجنبه العصاية اللي بيعقبهم بيها وقتها مريم ما بيكونش فرق معاها اللي هيعمله وبيبقى كله خوفها على بنتها وقبل ما يقرب نعيم من مريم عشان يضربها بتدخل زينب وبتقوله ان هي اللي كتا تهرب يا خايفة والحسن الحظ الباب بيخبط وبيكون جنيد اللي بيقوله ما ازيش حد من اهل بيته وكان بيطلب منه يلحقه على المجلس لكن بعدها بتوصل ميسر على البيت وبتعرف ان مريم ما سفرتش وبتقول لها ان هي النهاردة تخلي بالها من كلامها معاها وما تتعدش حدودها واني زينب هتتجاوز من جنيد وبتقول لها تبعتها للطائفة عشان يسألوها عن اللي هتختاره في جهازها الوقت ده بيوصل الجد سوافي على البيت وبتدخله هندا وميرا على قطه وساعتها بتسأل ميرا عن والدتها وبتسأل هندا لو كانت قابلتها لكن سوافي بيغلاخبط في الكلام وبيسألهم عن المردعة اللي رضعت ميرا وبنعرف ان اسمها امينة وبتحاول هندا تشوشر على الكلام وبس ميرا بتطلع اسكا منها وتبقى عايزة تعرف مين امينة وازاي رضعت وقتها بيرجع لفانتا على البيت وبيبلغ هندا يزينب ما سفرتش وبيبقى متعصب جدا بس بتقوله انه فيه كرسة حصلت وهي ان والده واقع بلسانه قدام ميرا واتكلم عن المرضاعة وبيرد لفانتا ان اللي بيحصل له بساب الوقع اللي اتعرض لها وبيطلع لوالده بيعرفه باللي حصل وبيطلب منه رقم عرفانه وبيديره تليفونه وبيطلعه نمرته وكن سوافي بيقوله انه حافظها في دماغه وبيكتبله النمر على الورقة وبياخد لفانتا الرقم وبيروح عشان يقابل عرفانه واول لما بيشوفه بيسأله عن ساب رفضه لصفر زينب فبيقوله ان البنت كتتسافر من ورقة والدها ومعرف ان الشاب اللي هتتجوزه محبوب جدا وبيقمر لفانتا انه يبعد عن الحكاية دي وبيخيره بين زينب وميرا وبيفكره ان هو اللي عمل شهاد تلاد لميرا بعد ما طالبت منه والده يساعده وبنرجع لزينب اللي بيتروح للمجلس وبيبقى موجود هناك حسناء وفايزة وبيسألوه عن الحاجات اللي هتشتريها في جهازها لكن زينب بتبقى رفضة حتى تختاره بتقولهم كلمة واحدة ان هم قادرة باللي هيشتروا وبتسيبهم وبتمشي وبتمخنوة جدا وبتطلع ميسر وراها وبتقولها تقعد تريح اعصابها بس لوقتها بيشوفها جنيده بيقولها انه عارف انها مش عايزة تتجاوزه وعشان كده بيطلب منها ترجع على البيته هو يتصرف معيه واول لما بترجع زينب على البيت بيقعد معها نعيمه وكمان مع مريم بيقولها ان والدتها معرفتش تنصحها وبيمسك الكتاب وبيبدأ يقطعه وبيفضل ينصحها بواجباتها ناحية جزء بيقول لها ما تدخلش مع والدتها مرة تانية في حياتها اما لفانت فبتقابل مع بيستا وبيفضل ويشربه مع بعض ووقتها بتطلب منه يسمحها انها عايزة ترجع معها على البيت بيش معاه ومع بنتها واول لما بترجع بيستا على البيت مع لفانت بتقدر انها تسيطر عليه وتعود معاه وفي الوقت ده بيكون نعيم في طريقه لندرة لكن وقتها بتجيله مكالمة من ميسر بتطلب منه يجيلها على المغبز وهناك بتقوله ان مريم لازم ترجع بلدها وان وجودها جنب بنتها هيخرب حياتها وبتقوله يرجعه اول لما ترجع لعقلها فبيوافق نعيم على كلامها وبيبقى شايف ان دادي صالح بنته واول لما بيرجع البيت بزهر مريم وهي مسكة العصاية وبتضربه على ظهره عشان يتطهر من اخطائه بس بترفض تكمل وبتقوله يشوف حد غيرها لكن بيقول لها ان خلاص ما بقاش لها لازمة وانها من بكرة هيزفرها على البلد وبيقول لها تنام جنب زينة بالاخر مرة وتانية مصبح بتوصل برجولو وبتقابل مريم اللي بتتصدم من كلامها لما بتعرف هي عايزة تروح النيابة وتبلغ عن جوازة بنتها فبتحذرها برجولو بتقول لها انها ممكن تتسجن هي ونعيم وزينب هتحطى تحت رعاية المؤسسات ووسعتها بتسمع كلامهم زينب وبتفضل تعايته بتقول لها انا ما تقدرش تقعد من غيرها لو دخلت السجن وبتطلب من والدتها ما تعملش كده وقتها بيوصل عارف وبتطلب من مريم تكون في بيت العريس مع زينب علشان تشوف المكان اللي هتعيش فيه اما لفانت فبيقوم النوم وبيبقى بيستم حضره الفطار لكن وقتها بتدخل ميرا بتتضايق من وجودها وبتقول ل والدها انه ضحك عليها وبتسيبه وبتمشي على مدرساتها وفي لحظتها بيظهر سوافي اللي بيبقعد ويفكر زينب وبيحس انه ظلمها وبيطلب الادوية بتاعته وبيكون عاوز ياخدها كلها بس بيدخل عليه لفانت وبيخب الادوية وبيحكي لو انا اللي حصل مع عارفان فبيقول له والده انه ما يقدرش يساعده بحالته دي وفي الوقت ده بتتجمع حسناء وفايزة وكمان مريم وزينب ومايسر عشان يشوفوا بيت زينب وقتها بتدخل مريم قط النوم وبتفتكر نفسها وهي عروسة وبتخاف جدا على زينب بتكونش عايزة يحصلها زي ما حصلها زمان وبتمشي من البيت وبيبقى فطريقها للنيابة وانه بتعرف زينب ان والدتها مشت بتروح للافانت وبتطلب منه يساعدها وبتعرفوا ان والدتها راحت للنيابة عشان تبلغ فعلا بيقدر يوصل على هناك وقبل ما تبلغ مريم بيلحقها وبيرجعها معها على البيت لكن اول لما بتدخل مريم بتشوف بيستا قدامها وبتعرف انها رجعت من سفارها وبيخدها لبنت على المطبخ وبيطلب من زينب تقعد مع الجد وقتها بيحكي مع مريم وبيقول لها انه هيتكلم مع جنيد ويقدر يقناع انه مايتجوزش لحد لما يلقلها حل وبتسمع كلامهم بيستا وبتقرر تسعيدها اما زينب فبتبقى قادة مع الجد اللي بترفض انها تذاكر لأول مرة وبتقوله انه خلاص ما بقاش عندها هدف بيحاول الجد انه يدحكها وبيكلمها عن فرنسا ولوحة الموناليزة وبتقوله انه هما بيسموها الضحكة الباكية وانها بقتش حابة تشوفها لانها متشوفها كل يوم في المراية وبتسيبه وبتمشي وبيزعل سواف جدا على حالتها وبيبقى عاوز ينتحر بس بيقدرش وبيتسل على صديقته في فرنسا وبيطلب منها يموت موتا رحيمة بعدها بتظهر ماريم وهي قاعدة مع زينب وبتبعدها انه كل حاجة هتتحل وفي المستشفى بيتقابل لفانت مع جنيد اللي بيفضل يحكيله عن والدته الاول مرة وانها بعد ما توفد قاعده في المكتبة وبيحاول لفانت يلمس ايده عشان يخفف عنه بس بيلاحظ ان جنيد ببيحبش حد يلمسه وبيطلب منه شوية تحيل علشان يشوف حالته وفعلا بيجيب ممرد عشان يسحب منه عيني الدم بس بيلاحظ انه الرافض ان الممرد يلمسه وبيعرف ان جنيد عنده اتراف الشخصية وده طبعا هيساهل عليه مهمته وعشان كده بيروح لساعدي وبيحاول يفهم منه اللي حصل لوالده جنيد بيقوله انه كان عنده مرض خطير وكان رايحة عليه عشان يتجعلجه وكان معاها جنيد لما توفد الدفنة في اسطنبول بس لابنت بيبقى متأكد انها متت في اسطنبول وعشان كده بيتصب بمساعدته وبيطلب منها تشوف له ملف والد جنيد وفي الوقت اللي بيكون فيه نعيم بيشتري تسكرة السفر لمريم تفاجئ بيطوب بيتحدف عليه وبيشوف قدام ابن ندرة اللي بيكون واضح عليه انه مش بيحبه وبيجري منه ويروح نعيم على بيت ندرة وبيقول لها انه هيسفر مريم على البلد وبكده تكون اتحلت كل مشاكله بعد ما زينب تتجاوز جنيد وانه هيكون معاها بعد كده في الوقت ده بتبدأ تحضرات الفرح وبيجهز جنيده علشان دخلته على زينب في اللحظة دي بيوصل ساعدي ومعاها زينب وبيدخلها على بيتها اما نعيم فبيلبس مع بنته وبيلبسها دي تجوازها وبيرفض ان مريم تدخل معاها في الوقت اللي بتكون زينب قاعدة في قضيتها وخايفة تدخل برجول عليها وبتطمنها وبتاخدها عشان تهربها لمحد يشوفها وفي نفس الوقت بياخد نعيم مريم وبيوصلها للمحطة وبيركبها لأوتوبيس وبيقول لها ان والده هيكون في انتظارها وانها لو عقلت هيرجعها من تاني عشان تكون جنب بنتها وبنرجع لبلجول اللي بتاخد زينب وبتهربها وبتبقى مستنيهم بيستا وبتاخدهم معاها في عربيتها وبيقدروا ان هم يلحاوا لأوتوبيس وبتفرح مريم اول لما بتشوفهم وبتنزل وبتحضن زينب بس السؤال حظ النهاندة بتجيلها مكالمة وبنعرف ان المركب اللي هتسافر عليها زينب ومريم قائدها مصاب هيغرق المركب وكل اللي فيها وبتحاول انها تتصل على بيستا بسها بيتردش عليها وبتبقى وقتها بتودع مريم بنتها وبتتصل على لفانتو وبتحكي له اللي حصل وبيسوق عربيته بأقصى صورة عشان يرحقهم اما زينب فبتكون مع مريم في المكان اللي هينقله منه للمركب وقتها بتشوف مريم تفلب يعيط وبتقرب منه وبتحاول تهديه وقتها بتسيبهم زينب وبتفضل تتمشى في المكان لحد ما بتوصل لقوضة وبتسمع اتنين بيتكلموا ان هم هيغرقوا المركب بكل اللي فيها وبكده يكساب الفلوس من وراهم وهتكتب عنهم الجرائد ان هم غير قبساب الهجرة الغير شرعية وبتتسدم زينب من اللي بتسمعه لكن فجأة بيهجم عليها شخصه بيحطوا ايده على بقها عشان ما تتكلمش وبيخلص الجزء الثالث من المسلسل الفيديو ده كتبته داليا محمود وسجلته امال عقيل ومنتجه عمر حجاج وما تنسوش تعملوا فلوس صفحة فيلم في الخمسينة عشان تتابعوا ملخصات الافلام الدرامية بصوت محمد طاهر ده اللي هو انا يعني وفلوس صفحة محمد طاهر عشان تتابعوا ملخصات الكوميدية وفلوس صفحة هكونها مطاطة عشان تتابعوا ملخصات الكارتون والانيمي سليم